أهلا بحضراتكم نتيجة السنوية العامة للدور الثاني خلاص خلال ساعة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت ترقبوا نتيجة السنوية العامة للدور الثاني إن شاء الله خلال ساعات قليلة بإذن الله هتكون عندنا على موقعنا اليوم السابع اللي بينفرد بنتيجة العامة كان للدور الأول وأيضا للدور الثاني النهاردة التلاتة إن شاء الله خلال ساعات قليلة هتلاقوا نتيجة السنوية العامة اللي تقدروا تدخلوا بيها برقم الملوس على موقعنا اليومس السابع اللي بيه سكشن خاص او برتيشن خاص قسم خاص وهو قسم السنوية العامة ونتيجة السنوية العامة تقدر ان انت تدخل عليه وتشوف نتيك تك برقم الجلوس الخاص طيب. اه بعد اعتمادها خلاص احنا اعمال التصحيح ورصد الدرجات وخلاص كل موضوع مسألة وقت قليل تمانية وتسعين الف طالب وطالبة ادوا الدور التاني في ابتحانات السنوية العامة في الدور التاني وان شاء الله النتيجة عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم. دي يوم السابع هيتصورها على طول بعد حصوله على حق اعلان النتيجة الفين تلاتة وعشرين الفين اربعة وعشرين الدورين الاول والتاني زي ما قلنا لحضراتكم. طيب كان يوم التلاتة اللي فات تلاتة سبتمبر انتهت امتحانات الدور التاني كان الطلاب العلمي علوم الدور امتحان الاحياء الاستاتيجة كانت العلمي رياضة فلسفة ومنطقة كانت الطلاب الشعبة الادبية. كان فيه معلومة برضو كده من كزا يوم من مكتب التنسيق قال انه هيفتح موقع التنسيق الالكتروني للطلاب الناجحين في الدور الاول السروية العام لهذا العام هيكون وايضا للمتخلفين من المرحلتين الاولى والتانية لتدوين رغباتهم في الفترة اللي بدأت من النهاردة تسعة سبتمبر لا من بكرة عفوا انا عشرة سبتمبر وحتى يوم الخميس اتناشر سبتمبر يعني عشرة وواحداشر واتناشر ده هيكون موقع التدوين الرغبات للمتخلفين من المرحلتين الاولى والتانية ان شاء الله كمينا مكتب التنسيق قال ان عدد المقدر لطلاب المرحلة دي هيكون 100561 طالب للشعبة العلمية و20967 طالب للشعبة الأدبية بحد أدنى 50 درجة وبنسبة المقاوية بتصل لـ 50% حاجة تانية برضو خاصة لنتيجة ترشيحات المرحلة التالتة ترشيحات المرحلة التالتة للدور الأول سيتم إرجاء أعلانها حتى يتم تسجيل رغبات طلاب النجاحين في متحان الثاني السنوية العامة هذا العام ثم يتم نتيجة ترشيحات المرحلة الكاملة فده برضو أخر حاجة كانت عندنا من مكتب التنسيق طيب إزاي تشوف النتيجة للدور التاني للسنوية العامة اللي هتظهر خلال السعيات وهو ده موضوعنا إحنا هنا عندنا برضو لو فتحتوا الطالبة أو أولياء الأمور فتحوا اليوم السابع موقع اليوم السابع هيلوم فيه فوق جزء اسمه السنوية العامة مجرد أن أنت بتضغط عليه يحولك النتيجة أو لو حضرتك دخلت على أي خبر موزار التربية والتعليم والتعليم الفني هتلاقي أن احنا سايبين لنك في الآخر أن فيه الاطلاع على نتيجة السنوية العامة للدور التاني العام 2024 فور إعلانها اضغط هنا ودي حاجة باللون الأحمر غير الخبر المكتوب باللون الأسويت فبرضو بمجرد أن انت بتضغط عليها بيحولك لصفحة تانية وهي الصفحة الخاصة فأنا هجرب الحالتين مع حضراتكم نحن هنا في الخبر المتعلق بوزار التربية والتعليم وهنضغط على كلمة اضغط هنا للاطلاع على نتيجة فهنجرب نضغط أوتوماتيك بيحولك على البيج الخاصة بنتيجة السنوية العامة كل المطلوب من حضرتك كواليه أمر أو كطالب أن انت بتكتب رقم الجلوس في الخانة اللي مكتوب عليها رقم الجلوس بمتهى البساطة هيقوم بيطلع لحضرتك النتيجة والموضوع بيكون انتهى على كده دي أول جزئية تاني حاجة معنا وهي الجزئية الخاصة بالسكشن الخاص بالسنوية العامة اللي حضرتك لو فتحت الموقع هتلاقيه بندوس على يحولك على نفس عامة عارفين اربعة وعشرين دور التاني نتيجة السنوية العامة مجانا وحصريا على اليوم السبع رقم الجلوس داخل رقم الجلوس دوس النتيجة وبيدخلك أوتوماتيك على النتيجة الخاصة بالطالب طيب ده كان المتعلق بالنتيجة واللي هي بتهم فئة كبيرة زي ما قلنا لحضرتكم تمانية وتسعين الف طالب قدوا الامتحانات النهارده حسب مكتب تنسيج دعني بارك عشان كل الف طالب وطالبة قدوا الامتحانات الامتحانات انت بمجرد بمجرد تتاخل رقم الجلوس هتظهر لك نتيجتك والدرجات والنسبة المقاوية اللي انت جبتها في الدور التاني وككل في نتيجتك في السنوية العامة فزي ما قلت لحضرتكم هي طريقتين هي بتدوس على الكلمة الموجودة فوق فاول صفحة عندنا في موقع اليوم السابع وهي كلمة السنوية العامة اما بتدخل على اي خبر من الاخبار المتعلقة بوزارة التربية والتعليم هتلاقي ان احنا سايبين لحضرتكم لينك في اخر الخبر بلون احمر مختلف تماما عن لون الخبر الاسود اللي مكتوب به الخبر تلاقي في اخره مكتوب عليه اضغط هنا للفصول على نتيجة السنوية العامة للدور التاني بيكتب صفحة تانية وهي صفحة خاصة بنتيجة الدور التاني بتكتب فيه رقم جلوسك بس وبعد كده بتدوس على النتيجة بيطلع لك النتيجة بالدرجات بالنسبة المقاوية وبالتوفيق لكل الطلبة والطلبات ان شاء الله النهاردة يكون يعني يوم مفرح ومبهج لهم ان شاء الله والامور تعدي بسيطة وعلى خير واحنا هنا في اليوم السابع صال التحرير يوم السابع موقع اليوم السابع كلنا شغالين علشان نسهل ونبسط الدنيا على حضراتكم وان شاء الله النتيجة تكون خير ليكم والأولياء أموركم أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وأكيد هنتابع كل التفاصيل على مدار اليوم والأيام القليلة القادمة من هنا من تليل جونيو مسابعا بشكركم وإلى اللقاء